بسم الله والصلاة والسلام على وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستقيمات اللي هي Straight Lines and Linear Functions اللي هي الدوال الخطية يعني كل شغلنا إن شاء الله على المستقيمات طيب أول مثال طبعا نحن عارفين إن معادة المستقيم فيها المرحلة الإعدادية اللي هي y equal mx plus c ال m اللي هو الميل أو السلوب وال c اللي هو ال y intercept اللي هو التقاطع مع محور ال y طيب مثال يقول اكتب بصيغة الميل والمقطع اللي الصغير اللي احنا كتبناه فوق معادلة المستقيم الذي ميله 3 ومقطع المحور y له negative 2 ومثله بيانيا يبقى المعادلة لازم تكون حافظ الصورة اللي فوق y equal mx plus c بس تشيل ال m اللي هي 3 وال c اللي هي negative 2 يعني بهذا الشكل يبقى نقول له y equal mx plus c طيب ما هي ال m ال m اللي هي نحط بدلها 3 وال c اللي هي negative 2 طيب ازاي يمثلها؟ عشان نمثلها انا عارف ان المقطع مع المحور y negative 2 ولكن عايز نقطة اخرى يبقى حنشيل x ونحط بدلها 1 كعملية تعويض نعوض عن x باي قيمة تعجبني ب 1 ونشوف ال y كم تطلع هتطلع ب 1 يبقى انا عندي point هنا اللي هي 1 وان نقطة دي نستخدمها بالاضافة للمقطع قلنشوف كده عمليا هذا المحورين x والمحور y اول شيء هنحطه في الرسم اللي هو negative 2 اللي هو المقطع y اللي هو كاتبه لي في السؤال المقطع مع المحور y negative 2 يبقى negative 2 دي اللي هي تحت هذا negative 2 هذا negative 1 negative 2 في ال y يبقى هذا محور ال y zero negative 1 negative 2 النقطة اللي احنا جبناها اللي هي حطينا بدل ال x1 طلعت ال y ب 1 يبقى 3 times 1 يعني يديني 3 نقص منها 2 يطلع الجواب كام 1 يبقى 1 and 1 اللي هي النقطة هنا في هذا المكان 1 and 1 بعدين نرسم الخط المستقيم مثال اثنين يقول اوجد المقطع x والمقطع y لكل مستقيم في مالي ثم امثله بيانية عشان تطلع المقطع x خدها بقى مني تحكس تاخد ال y ب zero طب لو عايز المقطع y نفس الشي نعكس ناخد ال x هي اللي ب zero يبقى المقطع مع ال x دايما نحط ال y بصفر طب المقطع مع ال y نحط x هي اللي بصفر طب تعالي نشوف كده ازاي نجيب المقطع مع ال x المقطع مع ال x احنا نضع ال y ب zero يعني نحزف ال y من المسألة طب افرض جنبها فيه مثلا 5 y برضو تحزفها كاملة لان 5 في zero تعتك zero يبقى كل ال y توحزف تكتب المعادلة مرة اخرى بدون ال y يعني 2x negative 4 equal zero طب ازاي نحلها المفروض ناخد ال negative 4 نوديه الطرف الثاني بالموجب يبقى هنا 2x equal four بالشكل ده بعدين نعمل ايه divide two نقسم على اثنين تبقى x equal two هذا المقطع x طب عايز المقطع y المقطع y هنعمل العكس هنضع ال x هي اللي ب zero يعني نحزف مين نحزف ال 2x كاملة يبقى y negative 4 equal zero اكتبى بالشكل ده ونودي negative 4 بال positive يبقى y equal four هذه المحورين نحط محور ال x ومحور ال y ناخد المقطع x المقطع x عندك ب two يبقى x equal two فعين ال x هذه نحط x equal two والمقطع y ب four ونوصل الخط طيب مثال ثلاثة همثل بيانين كلها من المستقيمات التالية ثم محدد ايها يمثل دالة y equal negative two هنرسم المحورين محور ال y ومحور ال x نجي عندي ال y بال negative two هال negative two يعني فوق محور ال x ولا تحت محور ال x طبعا اسفل يبقى نجي عندي ال negative one لان هنا زيره في النص negative one negative two تحت نرسم خط عمودي على ال y يبقى لما يقول لي y equal negative two نحدد الاول شيء negative two فين في ال y في تحت ونرسم خط عمودي على ال y ونكتب عليه y equal negative two طبعا هي تمثل دالة ولا لا يبقى نستعمل اختبار الخط الرأسي لو عملت خط رأسي عمودي على هذا الخط الأحمر حيقطعه في نقطة واحدة يبقى تمثل دالة طبعا نشوفها لو كانت x x equal three يبقى اول خطوة نحدد ال x في اليمين ولا في اليسار هنا one هنا two هنا three يبقى هذه ونرسم خط عمودي على ال x هذا الشكل نكتب على x equal three طبعا هنا تمثل دالة ولا تمثل دالة لا يمثل دالة ماه السبب؟ لأن أي خط عمودي أو أي خط رأسي يمر على هذا الخط في أكثر من نقطة يعني يتقطع ماه في عدد لا نهاء من النقاط بلا تمثل دالة وكذا نكون نتهينا من مراجعة الدرس الثالث في الوحدة الخامسة وإلى اللقاء إن شاء الله مع بقية الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته